اشتركوا في القناة واحد لآية 9 بيكلمنا عن مثل الزارع وفي أماكن تانية أو بعدها بشوية بيفسر مثل الزارع للتلاميذ مثل الزارع قال لنا أن البزار هي كلمة ربنا ونلاقي ثلاث مستويات من الحروب بتحارب الإنسان أول حاجة في أنه هو ما يقبلش الكلمة من أصله يعني ممكن أثناء ما كان بتتقال كلمة ربنا أو أثناء إراية الكتاب المقدس يجيب له فكرة بحيث أنه هو يفضل مجغول بيها فما يحسش بكلمة ربنا من أصل فيه يتيجي الشيطان وينزع كلمة ويبقى ده الكلمة اللي هي أو البزار اللي وقعت على الطريق فأول حرب بتيجي للإنسان فإنه هو يتقاوم إنه هو ما يسمعش كلمة ربنا أو إن كلمة ربنا تعدي كده زي ما بيقول كده عبره ولم أراه يعدي من قدامه أو كلمة تعدي من قدامه وما تلمس قلبه خالص وأحياناً كثيراً يجيب للواحد مجغوليات أو يجيب للواحد مسئوليات أو يجيب للواحد أفكار أثناء كلمة ربنا تخليه قاعد مش مركز في كلمة ربنا الحاجة التانية أو الحرب التانية بتيجي مش بس ساعة مجيء كلمة ربنا يسيب كلمة ربنا تيجي بس بعد ما تيجي كلمة ربنا وتبتدي تلمس قلب الواحد تبتدي تقابل بعض الشهوات وبعض الأفكار اللي موجودة في قلبك يعني مثلاً حد بعد ما يتأثر بكلمة حلوة عن الصوم ويقول لا ده أنا هبتدي أصوم من بداية الصيام وبعضين تيجي شهوة الأكل تلعبه شوية تقول له طيب والأكل اللي عملتوه في الرفاع ده كله هترموه طيب ما انتو تكملوا الأكل اللي بتاع الرفاع الأول هيجرى إيه لو سبته يومين وبعد كده ما جراش حاجة هنا هو الصيام هيخلص بسرعة ده الخمس تلاتة واربعين يوم ولا خمسة واربعين انتو عدينه كويس طبعاً فهنا بيجي الأول يلعب الواحد يسيبه يقول انت قررت تصوم حلو خالص طيب والأكل هتعمل فيه مش حرام مش دي نعمة ربنا وممكن الواحد الرفاع مش رفاع يعني يكل على آخر جهده الرفاع يعني يترفع عن الجسديات يعني فيه ناس كانت تبتدي ليلة الصيام ده مش قادر خلاص تحط بقاء حاجة فطاري ليه حطت في دماغها ان انا ايه هصوم او يجي واحد بعد ما يكرر يقول انا خلاص انا فعلاً مش ناوي ان انا اجيب سيرة حد بعد كده ويحط يعني نظام يحط زي بعض الكدسين يحط زلطة في بقه ويقول انا مش هطلع كلمة من لساني على ايه على حد ويجي مجرد بس حد يقعد جنبه وبعدين يقول له ما تعرفش اخبار فلان ايه يقول في الاول ايه طب انا هقاوم وبعد شوية يلاقي نفسه ايه عمال يتجرجر في كلامه وفي ادانه ويممكن بعد شوية يلاقي نفسه عمل حاجات كتيرة اكتر واوحش من الاول وليه لان هو ده في الاول سمع وابتدى ان هو عايز يعمل او واحد يجي يقول لك انا هعايز عايش الفترة اللي جادي بتهارة وبنقاوة وبعدين يجي منظر وحش قدامه او تيجي فكرة وحشة وبعدين يتماشى معاها ويسكت مرة تانية وتبقى الموضوع عمال ايه يعيد ناسه هو ده الافكار او ده الكلمات بتاعت ربنا اللي بتيجي ولكن الشهوات اللي مسكة في انفسنا ممكن تيجي تخلق كلمة ربنا فتكون بلا ايه بلا سمر في بعض الناس التانية ممكن ان هما يسمعوا كلمة ربنا واول ما يسمعوها يقبلوها بفرح جدا وبعدين مثلا واحد يسمع ان انت ان انت المفروض ان انت تسامح وتصلوا لاجل الى الذين يسؤون اليكم فاقول خلاص انا هبتدي انفذ الآية دي وبعدين يجي حد تاني يقعد جنبه كده يقول له طب هتسكت طب انت كده دلوقتي بقيت يعني محطة للضرب يعني انت دلوقتي كل واحد متضايق يطلع يتنرفز عليك مشان ما كنت بتاخد حقك كنت احسن ويبتدي يخلي قلبه يرجع زي الحجر زي الاول يقول لا انا عشان محدش يتكلم عليها لا ده انا اقطع لسانهم احسن ازاي اتعصب شوية اتنرفز شوية اتكلم عليهم اكتر وعشان كده ممكن ان هو يبتدي اول ما يسمع كلمة ربنا يتأثر بها جدا بس ما يقدرش يستمر يرجع على طول لعداته الاولى مرة تانية القلب اللي بيبقى متحجر ده بيبقى قلب زي ما يقال عنده كده النهاردة في البولوس يقول لك مياه شربت الارض كثيرا وانتجت عشبا صليحا اللي زينا فلحت من اجلهم تنال بركة من الرب يبقى فيه ارض هتنال بركة لكن فيه ارض تانية يقول انتجت شوكا وحسكا فهي قريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق يبقى احنا النهاردة قدام حاجتين يا اما هنسمع الكلمة ونعمل بيها فننال بركة يا اما مش هنسمع الكلمة ومش هنعمل بيها فتكون شهادة علينا في يوم الدينونة ان احنا سمعنا وما عملناش او سمعنا وانشغلنا عنها وجيش شيطان خطفها من قدام عينينا او سمعنا وفرحنا بيها بس الى حين ممكن حد تاني يقول لا انا هعيش بامانة ومش اقول ولا حاجة فيها كذب وبعدين يجي دي حد يقرس عليه في التجارة شوية مثلا فيضطر انه هو يحلف ويضطر انه هو بتاع لانه يقول لك ايه انا هخسر وخلوا بالكم اي خسارة اي خسارة بتسببها لنا الوصية بتاعت ربنا هي مكسب لنا لان احنا مكسبنا وخسرتنا مش على الارض مكسبنا وخسرتنا في عين في السماء لان واحد ممكن نتيجة انه هو بيكذف كتير او بيحلف كتير الناس بتصدقوا لكن يجي بعد شوية يقول له كده ده انت لو حلفت على الماء ايه تجمد مش هنصدقك ليه لان شفنا ان انت قلت الحاجة وما تلاعيتش صح او يجي حد نتيجة كسبه الكتير ونتيجة تعاملاته الكتير المش صادقة يخلي عدم الثقة يقول له لا احنا زمان كنا بنصدق في المسيحين كان ممكن الواحد المسيحي يمسكول خزنة همم الثمانين لكن دلوقتي ممكن يعدوا صابحهم ايه وراه يبقى النهاردة نخلي بالنا من حاجة نخلي بالنا من حاجة ان ثلاث انواع من الحروب بتحارب الانسان اول حرب بتحاربه هي ايه ان يجيشغلك اسناء كلمة ربنا تاني حرب اللي هي يا اما يخليك تقوم كلمة ربنا من الاول يا اما اول ما تبتدي كلمة ربنا تشتغل في قلبك يحاول يخنقها بالعادات اللي تعودتها او بالشهوات اللي انت بتشتينها طيب وثلاث حرب ثلاث حرب دي ممكن اقواهم ودي بتيجي لما تكتمل الصمرة وتبتدي تنضج كده يجي يقول لك يا سلام طباق مين صم زيك الصم كله ومفوتش ولا صم انقطاعي ده انت ما فوتش ولا يوم صلاة باكر ولا نوم ده انت ما عملتش ويجي يقعد ايه يتكلم في ودن الانسان فيبتدي يحس انه هو فعلا ده انا بقيت الناس الحلوين ودي اكبر حرب لان ده بياخد الصمرة في الاخر وينسبها لنفسه وياخد الكبرياء يضيع لان الكبرياء ضيع مين ضيع ستنائيل نفسه واصبح شيطانا بسبب الاستكبار انه تكبر فاخر حرب تيجي للانسان انه بعد ما تندج الصمرة اللي فيه ويبتدي يكون يعرف شوية كلمة ربنا وابتدى يراعي كلمة ربنا في حياته يجي الشيطان جنبه ويهمس في ادنه ويقول له طباق انت انت انسان رائع ما فيش زيك اتنين في الكنيسة لو كل الكنيسة ده لو البطرك عارف زيك ده مش هيرسمك بس كاهن ده هيرسمك اسكف ويمكن يقعدك على كرسي ليه لانك انت معلوماتك ده انت صمت صم كامل وانت ايه وانت ملتزم فيه يبقى قال لكم ان ثلاث حروب بتحردنا في الاول عشان تمنعنا من البداية وبعدين عشان تخلق الكلمة فتصير بلا سمر وفي الاخر في النهاية عشان يفسدنا هذا السمر عدو الخير يجي وحط برنامج روحي وزي ما انت نويت ان انت تحط تعمل برنامج روحي هو كمان يعمل لك برنامج غير روحي ويبتدي انه يلعبك بالبرنامج التاني يعني انت عايز تزرع حنطة يفتح النت يقول انا هبتلي اسمع عزاة لمونة داود لمي وبعدين يقول الواحد مخنوق شوية ممكن يتفرج على شوية مواقف مضحقة وبعد ما يتفرج على مواقف مضحقة تلاقي مواقف مربكة ومواقف محرجة ومواقف وراها مهببة وبعدين تلاقي في اليوم ضاع بسبب ان انا ستة عقلي وزرع مانا ويحاول ازرع حنطة هو يزرع لي زوان وتلاقي الزوان يكتر وياخد الغذاء يعني ايه ياخد الغذاء يعني بدل ما كلمة ربنا كان تيجي تأثر فيها بسرعة وتيجي المية ترويها كده اللي هي عمل الروح الكدس في قلبي وسكن الروح الكدس تخلي الواحد مش قادر ان هو يعمل يقول يا كان نفسي ان انا صلي صلاة النوم بس نعسان كان نفسي ان انا سوم النهار ده بس مصدع كان نفسي ان انا احضر قداس بس يتطول في الاداديس الاداديس الاداس بقى دلوقتي ساعة لربع ودلوقتي تخل الفترة التي نحن فيها فترة الزراعة فترة وجودنا على الارض وبعدين يأتي في الاخر يقول لك ما يزرع الانسان اياه يحصل ربنا يدلكم ان تزرعوا بالخير وبالبركة ويدلكم ان نكون مسمرين 160 و30 بالمسيح يا صلى الله ربنا لالله كل مجد وكرم ملآن والآب دمين